يا أكرم الخلق ما لألوذ بي سواك عند حلول في العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بإيذ الكريم وتجل يا أكرم الخلق ما لألوذ بي سواك عند حلول في العميم يا أكرم الخلق ما لألوذ بي سواك عند حلول في العميم يا أكرم الخلق ما لألوذ بي سواك عند حلول في العميم يا أكرم الخلق ما لألوذ بي سواك عند حلول في العميم الشيخ محمد ربيء الدين من شركة صغيرة لسهلة لم يفعلون الميسي شركة القدومية لذباقي ورد في الوصف السحيات التي بالخلال تشكوها لنخبروها شركة القدومية وغير القادرة وغير ربط الدين ومع orthبطة وَأَنَهُ بُعُدْهِ مِنَهِ بَعَشْجَهُ السمس ومن يسرسل الى الهيين عندما يتبعه فيها لتبعه عن الله وترجل الى الهاتف تبعه عن الهيين وكلّا يتبعه بغوصة فهذا يتبعه يتبعه ون يسرسل المعلوم أكثر من المعلمين يملكون العديد من الخلاق والممثال شكرا على النشاط من المساعدة وانا أحد المساعدة البعض يتعلم منها التي تعلمناها أنها مدوة ولمية لإعافضهم وح そうيات الأجيب هي منتظارству التي تكون هناك شخصاً ومع ذلك أحياناً. إنها قبل buy its child, والتي يتخدمت على القطار إذا فعلا بنا على المحن أفضل من أجلك أيضاً. أحياناً. أحياناً بعدها. إذا فقدموا للعالم قائمة في بعض الأصدقاء تتعديد ومعرفة عدد في الحياة من أمين ومعرفة أود أمين العباد للبقائب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبارك وكرم ومجد وشرف وعظم وتحنن على داعينا وحادينا سيدنا ومولانا محمد حبيبك المحبوب صلاة وسلاما ندرك بها المطلوب ونأمن المرهوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة لا منتهى لها نكتب بها من خواص أهل النهى ونحشر تحت لوائه يوم يسجد استجدة ونسمع النداء وهو يجيب المولى ويقول أنا لها أنا لها أنا لها اللهم احشرنا تحت لوائه واجعلنا اللهم اليوم حاضرين في فناء مزاره واكتبنا اللهم من المقبولين بسر الصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على الذات المحمدية والآل واغفر لنا ما يكون وما قد كان حصل الأنس في زيارة هذه البلدة المباركة ونحن في رحاب القادرية الربيعية مصلين ومسلمين على سيدنا ومولانا محمد هذه الطريقة القادرية وأمثالها من الطرائق الروحية كالرفاعية والشاذلية والنقشية والبدوية والدسوقية وسائر طرائق أهل الله كلها مردها ومرجعها إلى سيدنا ومولانا رسول الله محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي رجع من الحج ونحن في الشهر الحرام ذو القعدة نسأل الله أن يكتبنا وإياكم في ديوان أهل الحج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجع من الحج في يوم 20 و21 ذو الحجة كان في المدينة جلس بقية ذو الحجة ومحرم وصفر وأجاب نداء المولى بالانتقال عن هذا العالم في ربيع الأول الأنور في المئة يوم هذه يأتيه جبريل عليه السلام في صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ويسأله أربعة وفي رواية خمس أسئلة سأله عن الإسلام والنبي يجيبه سأله عن الإيمان والنبي يجيبه سأله عن الإحسان والنبي يجيبه وسأله عن الساعة فقال ما المسؤول بأعلم من السائل ثم قال فحدثني عن أماراتها فكان المجموع خمسة من الأسئلة ترجع إلى أربعة من المعالم ثلاثة من الثوابت وهي الإسلام والإيمان والإحسان والمتغير وهو العلم بعلامات الساعة الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة والإحسان مرتبة قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الإيمان يدخل إلى القلب أما الإسلام فقال الله أفمن شرح الله صدره للإسلام الإسلام له الصدر والإيمان له القلب والإحسان في أدخل من الإنسان ولا يزال يترقى ويترقى ويترقى حتى قال الله يعلم السر وأخفى قال بعض العلماء الأخفى يسمى بسر السر يعني الإنسان عنده النفس يجاهدها والنفس على مراتب سواها الله ثم عنده القلب يتقلب ولا بد له من القلب السليم إلا من أطى الله بقلب سليم ثم تأتي الروح والروح دراكة عارفة جوالة ثم يأتي السر ثم سر السر وما أوسع تكوين هذا الإنسان وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر العقيدة تعالج قضايا الإيمان والفقه يعالج قضايا الإسلام والتصوف يعالج قضايا الإحسان أنتم في بلاد صوماليا لاند هذه أرض الصومال وفي هذه البلدة أوبر فهذا الله عز وجل يبارك في هذه الطريقة ويجدد نورها وسرها ويجعلنا وإياكم جئناكم نحن بالشوق وجئناكم بالمحبة ملتمسين البركة حتى سمعت أن هذه البلد تسمى بأرض البركة فالله يجعل لنا ولكم من البركة إن شاء الله ضعفين ومن الرحمة كفلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم أسأل الله في هذا اليوم يوم الخميس أن يرفع أعمالنا وعليها لوائح القبول وأن يجعل بركات هذه الساعة سارية جارية فائضة آخذ بنا ممدة لنا اللهم اغفر لنا ولهم الذنوب واسطر لنا ولهم العيوب واكشف لنا ولهم الكروب وجل الخطوب وفكس العصوب وسهل الصعوب واجعل هذه الساعة يا الله اجتماع بالحبيب المحبوب